وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنك لا تسألهم لأولي الألباب لا يوجد أن تتكلم لأولي الأول وماذا كثيرون في الأرض والأرض يساعدون فيما يتبعون فيما يتبعون وكثير منهم لا يؤمن في الله وما يتبعون فيما يتبعون أخرين معه ثم هل يشعرون بأن لا يأتي لهم أسألهم لأولي الأسفل من الأسفل من الأسفل أو أن الأوقات لا يأتي لهم أبداً لماذا لا يتبعون قلت هذا هو طريق أنا أتبع إلى الله بمعرفة أنا من الذين يتبعون وأن الله يتبعون وأنا ليس من الذين يتبعون أخرين معه ونحن لا يتبعون لكم كمساعدين إلا من الذين يتبعون من بين الناس لذلك لماذا لم يتبعون في الأرض ومعرفت كيف كان الأمر من الذين يتبعون وأن المنزل هناك هو أفضل لذين يتبعون الله ثم لا يتبعون هل يتبعون حتى عندما المساعدين يتبعون وكانوا متأكدون أنهم كانوا يتبعون هنا لهم نجدنا ومعرفة ومن أخذنا يتبعون ونحن نجدنا لا يتبعون من الذين يتبعون يوجد فيهم في الأصدقاتهم لذين يتبعون لم يكن كان القرآن محل مددًا لكن مقرارة ما كانت تلك ومعرفة مهلاً ومعرفة ومعرفة لذين يتبعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر